بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين اليوم إن شاء الله نبدأ في chapter 4 lecture 1 عشون فيك ممكن نحل المعادلات كثيرة الحدود الـ polynomial roots هنستخدم هنا اللي هو الـ polynomial اللي هو الـ roots لحل المعادلات كثيرة الحدود نستخدم الـ function roots بهذا الشكل r equal roots c الـ r إيش فيه؟ الـ r هي حينحفظ فيها هنا اللي هو حلول هذه المعادلة في الـ workspace حتنحفظه باسم r الـ roots هذي تحل المعادلات اللي هي كثيرة الحدود كيف ندخل هذه المعادلات هنا الـ c حيكون فيها إيش؟ حيكون فيها الـ coefficient زي ما هو موجود في هذه المعادلة لكن هذه الـ coefficient كيف يتيدخلها للمتلاب؟ لها قاعدة لازم تكون ordered in descending power معناها لازم نبدأ أولا بأعلى power ونحط الـ coefficient تبعه هو الأول ومن بعد اللي أقل وهنا مثلا عندي واحد حتى نصل إلى أقل شيء شوف مثال هنا عندي هذه المعادلات كيف ممكن نحلها باستخدام اللي هو الـ root function أولا نحن ندخل المعاملات كيف ندخلهم؟ قلنا نبدأ بأعلى power اللي هو ثلاثة المعامل تبعه واحد موجود عندنا هنا واحد وبعدو التربية سكوير اللي هو هنا ناقص ثلاثة سالب ثلاثة وهنا بعدين x to power كم؟ to power واحد x to power واحد الـ coefficient تبعها minus one ومن بعد ثلاثة ثلاثة هذه أشياء ما هي إلا ثلاثة x to power zero وهذه تساوي ثلاثة إذن هذه هي أقل power أحطها هي الأخيرة هنا أوكي بعدين نستخدم الـ function roots R equal roots C C الموجودة هنا عندي وبعد ما نضغط أنتر حياطيني اللي هو ثلاثة جذور للمعادلة R فيها ثلاثة عناصر ليش؟ لأنه هذه المعادلة أصلا معادلة من الدرجة ثالثة فيها x cubic وشانا هيك لها ثلاثة حلول ناخد مثال آخر نحن قلنا أنه الترتيب مهم إذن كيف أدخل هذه المعادلة لازم أبدأ بأعلى power لاحظ يا إما ترتب المعادلة يا إما تقول أبدأ بأعلى power الكوفشتين تبعه كم؟ هنا واحد إذن أبدأ بواحد وبعده تربيع أحط سالب ثلاثة وبعده واحد سالب واحد وبعده ثلاثة لاحظ أن المعادلتين هما نفسهم لكن بس واحدة مرتبة وواحدة غير مرتبة لكن السي تبعهم هنا هي نفسها بعدين استخدمنا R equal root C يعطينا الجذور المعادلة هي نفسها ثلاثة جذور لأن معادلة معادلة من درجة ثالثة كيف ممكن نحل المعادلة هذه؟ هذه المعادلة نحلها نستخدم طبعا الروت سنقول R C equal كم؟ يلا بسم الله أعلى power عندي هو خمسة الكوفشتين تبعه واحد اللي بعده أربعة سالب ستة اللي بعده ثلاثة زايد عشرة اللي بعده مش X to power واحد لا X to power سكوير وين موجودة؟ ما هي موجودة؟ إذن كوفشتين تبعها صفر واللي بعده X to power 1 اللي هي سالب 11 واللي بعده 6 سكر كده ونقول إنه إيش R equal root لاحظوا إنه الأحرف تبعها صغيرة root C وإنه فيها S في الأخير هنا إذن كده هيعطيني كم جذور معادلة؟ هيعطيني خمس جذور معادلات لأن المعادلة معادلة من الدرجة الخامسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر